مساء الخير عليكم حبايبي صف الثالث طبعا في الدرس السابق أخذنا انشودة يحيا شعبي الدرس الآن وهو حديث حديث بالهاتف طبعا رح أقرأ لكم الموضوع حديث بالهاتف سمعت سوز رنين جرس الهاتفي فأسرعت تجيب عن أسئلة شخص تحدث إليها هذا بيت شاد نعم هذا بيته من أنت أنا ابنته ومن أنت أنا آرام صديق صديق والدك ما اسمك اسمي سوز كيف حالك بخير والحمد لله هل والدك موجود لا ليس موجود أين ذهب ذهب إلى بيت عمي هذه الموضوع صفحة سبعين في الكتاب نجي على تكملة الموضوع لماذا ذهب ذهب يسأل عن صحة عمي فهو مريض كم ساعة سيبقى عنده سيبقى عنده ساعة واحدة وقد أخبرني أبي بذلك متى سيعود سيعود في المساء ماذا ستقولين له سأقول له سأل عنك صديقك قولي له صديقك آرام سأقول له ذلك إن شاء الله مع السلامة مع السلامة طبعا حبا يبي أني الموضوع سقريتكم إياه راح أشرح لكم إياه طبعا حديث بالهاتف ابنية بيئة البيت اسمها السوز طبعا سمعت رانين الهاتف فأسرعت طبعا دائما حتى ترفع الخط فتجيب عن أسئلة شخص من هذا الشخص هو صديق والدها ما اسمه طبعا اسمه آرام قالت طلب منها أنه أين والدك قالت والدي غير موجود قال لها أين ذهب قالت ذهب إلى بيت عمي فعمي مريض وذهب يسأل عنه قال لها متى سيعود قالت له سيعود في المساء إذن قال لها عندما يعود قولي له أن صديقك آرام سأل عنك قالت له إن شاء الله وخلصت المحادثة بيئة الهاتف قال لها مع السلامة مع السلامة حبايبي طلاب صف الثالث اللي أطلبه من عدكم أريدكم تقرون الموضوع بيئة الكتاب مرة تكتبوا ليه بالدفتر مرة واحدة إضافة إلى ذلك تقروا ليه بيئة البيت مع الضبط بالحركات تكتبوا مرة واحدة في الدفتر هسه رح نقرأ تمارين والمطلوب منكم أيضا كتابة التمارين مرة واحدة في الدفتر هسه إحنا رح نحل التمارين رح أحلها وياكم وأطلب من عدكم تكتبوها التمرين الأول من تحدث بالهاتف طبعا إحنا هسه قرينا الموضوع من تحدث بالهاتف صديق والد سوز وهو آرام شوفوا ماما ما اسمك قالت اسمي سوز كيف حالك أنا من أنت؟ قالت له قال أنا صديق والدك وأنا آرام زين صديق والد سوز كم كتابا عندك؟ طبعا هذا السؤال عام لجميع الطلاب وهذه الإجابة تكون حسب أنت رأيك حبيبي كيفك ماما؟ يعني شقد أنت عندك كتاب عادي تقدر تكتب مثلا نقول عندي خمس كتب متى تستيقظ من النوم؟ أيضا هذا السؤال مخير لدى الطلاب يعني أنت بكيفك؟ شقد ما تكتب أنت مثلا الساعة التاسعة صباحا هذا التمرين الأول أما التمرين الثاني ضع كم أو من أو هل أو متى في المكان المناسب النقطة الأولى فراغ يبدأ الدوام هنا يبدأ الدوام مش نختار له كم يبدأ الدوام؟ ما يصير من يبدأ الدوام؟ ما يصير لازم من أختار لازم أختار تكون الجملة مناسبة هل يبدأ الدوام؟ طبعا متى يبدأ الدوام؟ نعم متى يبدأ الدوام؟ رقم اثنين تحب الرياضة كم تحب الرياضة؟ ما يصير من تحب الرياضة؟ ما يصير هل تحب الرياضة؟ نعم أصبحت الجملة مفهومة هل تحب الرياضة؟ كم أخا عندك؟ نعم كم أخا عندك؟ يعلمك اللغة العربية كم يعلمك؟ ما ترهام؟ من يعلمك؟ نعم من يعلمك اللغة العربية؟ هنا اللي لازم نختار حسب أن الجملة تكون معناها مناسب إذن اجتمرين للأول مطلوب ماما كتابتها مرة واحدة في الدفتر والتمرين الثاني أيضا مرة واحدة في الدفتر نجح على التمرين الثالث كون سؤالا لكل جملة أذهب اليوم إلى بيت عمي هنا يأدات السؤال أين؟ لازم نكون جملة مناسبة أين تذهب اليوم؟ أين تذهب اليوم؟ اسمي شكار ما؟ أنا دا أسأله ما اسمك؟ اسمي شكار أقرأ قصة ماذا تقرأ؟ حتى تتكون سؤال مفيد ماذا تقرأ؟ أسافر صباحا متى تسافر؟ صير متى تسافر؟ أسافر صباحا هنا يا هذا يصر السؤال وإذا هما منطيني الجواب فأنا دا أكون سؤال من أداة السؤال أذهب إلى المدرسة لأتعلم لماذا تذهب إلى المدرسة؟ أنا كونت الجملة المفيدة لماذا تذهب إلى المدرسة؟ طبعا بأداة السؤال وعلامة الاستفهام الدليل على أنه هو هذا السؤال يقول لماذا تذهب إلى المدرسة؟ الجواب أذهب إلى المدرسة لأتعلم إذن حبايب لصف الثالث الابتدائي المطلوب من أجكم من موضوع ماما حديث بيئة الهاتف كتابة الموضوع مرة واحدة بيئة دفتر مع كتابة التمرين الأول والتمرين الثاني والتمرين الثالث في الدفتر مرة واحدة مع تمنياتي بالسلامة لجميع